الخناق يضيق على الرياض وموقف تركي صلب لا ينقصه الدهاء يبدو مصمما على بلوغ غايته ومواقف أوروبية حادة مع تلويح بفرض عقوبات ووقف بيع الأسلحة قضية خاشقجي لا تزال تثير ما تستحق من جدل قانوني وأممي الأنظار تتجه إلى البيت الأبيض ومبنى الكابيتول حيث الكونغرس وكلمة السر الدليل الذي سلمه لا تراك إلى جينا حاسبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فكيف يقرأ الموقف التركي من قضية خاشقجي في ضوء خطاب الرئيس سردوغان ومهي دلالات تغير المزاج الأمريكي السيما في البيت الأبيض بعد عودة جينا حاسبل إلى واشنطن كيف يؤثر التصعيد الأوروبي والأممي على مسار القضية وفي ظل ما وصفه الرئيس الأمريكي بالإخفاق التام كيف يبدو مستقبل النظام السعودي مشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج تقدير موقف من الدوحة نتناول فيها بالنقاش تطورات قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول بعد ضيق الخناق على المملكة على إثر تصلب الموقف التركي ضغوط أمريكية وأوروبية وجدل قانوني وأممي على المسؤولية والتبعات نرحب أولا بضيوفنا في السيديو الدوحة الدكتور مروان قبلان مدير وحدة تحليل السياسات بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور إبراهيم فريحات رئيس برنامج إدارة النزاعات بمعهد الدوحة للدراسات العليا وجاهد طوز الباحث والمحلل السياسي التركي أهلا بكم جميعا وقبل أن نبدأ النقاش نستعرض معا الموقف التركي الذي ظهر في خطاب رئيس رجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي وتبعاتي على كل من الرياض وواشنطن وبقية العواصم الأوروبية في التقرير التالي منعطف جديد للأزمة إلى مرحلة كشف الأوراق أنقرة تبدو قد سائمت لعبة التسريبات قطرة بعد قطرة لتواجه العالم برفض حاسم للرواية الرسمية السعودية رفض اكتسب أهميته من تبني السلطة الأعلى في الدولة منطلقا من تأكيد ما سبقه من تسريبات ومعتمدا على رواية متماسكة من الحقائق المدعومة باللقطات المصورة والأدلة الصلبة مفندا بحسم مبدأ الحادث العرضي في الرواية الرسمية للمملكة بدلائل التخطيط وسبق الإصرار ورافضا لعبة تحميل المسئولية لمجموعة من صغار الموظفين أو كبارهم مناشدا الملك المعتزل المشهد السياسي التدخل لتحقيق العدالة مهما يكون مستوى الجنة ومطالبا بالحق في محاكمة المتهمين في بلاده ومتعاهدا بعدم إغلاق الملف حتى تظهر الحقيقة خطاب بولغ في الحجد له حتى حسب المراقبون أنه سيفتح أمام العام خزائن الأسرار ولكن لكشف الأوراق فيما يبدو حدودا لا يتجاوزها أو ربما يكون الكشف التام ممكنا ولكن داخل الغرف المغلقة زيارة جينا هاسبيل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حفلت بالدلالات ليس لتزامنها فقط مع الاستعدادات الأخيرة للخطاب وإنما لاطلاعها على تسجيلات عملية القتل وفقا للواشنطن بوست انكشف الجميع أمام الجميع أردوغان هات فولي العهد بطلب من الأخير وفق الصحافة التركية ليتفق على خطوات مشتركة لكشف الحقيقة وولي العهد أدان الجريمة الشنعاء متهكما على قصة اختطاف الحريري في حضور صاحبها أهل المغدور يستدعون للعزاء لمصافحة مع الغادر ورب البيت الأبيض يذكر بن سلمان بالاسم للمرة الأولى مشيرا لمسؤوليته البدهية عن خطة كان قد وصفها بالإخفاق التام والكرة تلقى في ملعب الكونغرس فإما الاكتفاء بالعقوبات على بعض المسؤولين السعوديين وفق تشريع ماغنيتسكي ضد منتهيكي حقوق الإنسان وإما أن مستقبل ولي العهد وربما الحكم في المملكة قد صار على المحاك والأمر مرهون بلعبة الأوراق دمعك جاهد توز لماذا وصف ختاب رئيس أردوغان الذي انتظره الجميع والذي رفع قبله الرئيس السقف عاليا جاء مخيبا للأمال ولم يرقى إلى مساواة توقعات على نطاق واسع كما فهم في الحقيقة تركيا تحاول أن تدير هذه الأزمة باستراتيجية دقيقة أول شيء أول شيء ثانية صحيح كان الرئيس قبل ما ألقى هذه الكلمة تطرق إلى بعض النقط أنه سيتحدث عن تفاصيل هذه الأزمة ولكن لم يأتي ذلك العامل الرئيسي في هذه النقطة أعتقد هي الاستمرار التحقيقات ولم تصل النتائج أو جهات معنية في تركيا التي تتابع هذه القصة أو هذا الملف لم تصل إلى النتائج بشكل مطلوب ولذلك سيد الرئيس بقى أن ينتظر هذه النتائج كلها ولكن وعد بالكشف عن حقاق قبل أن ينقي خطابه بناء على ما تكشفه التحقيقات وما لم يحصل أعتقد في نقطة مهمة لابد أن ينخذ بعين الأتبار في هذه النقطة وهي سيد الرئيس صحيح لم يتحدث عن هذه التفاصيل ولكن طرح ستة أسئلة وهذه الأسئلة من خلال هذه الأسئلة أعتقد أرسل الرسالة بشكل واضح أن أجوبة لهذه الأسئلة كلها موجودة لدينا لكان يتحدث بالتفاصيل لكان يتحدث عن أجوبة هذه الأسئلة ما هي هذه الأسئلة؟ السؤال الأول سيد الرئيس طرح لماذا تم اختيار مدينة إسطنبول؟ السؤال الثاني من أمر بهذه العملية بداخل إسطنبول؟ السؤال الثالث لماذا السلطات المملكة العربية السعودية جاءوا بأجوبة بعد الأيام الأسئلة لأرسل الجهات معنية من تركيا هذا السؤال أيضا مهم تبغنا الأسئلة جاهد في الحقيقة ولكن ما تقوله هو عكس ما قدم به أو ما هدى به رئيس أردوغان لخطابه بدل أن يحمل إجابات طرح الأسئلة وهذا ما حمل الكثيرين على الشعور بأنه فعلا خيب آمالهم إذا سمحت سأعود لك جاهد فضل دكتور مرويد لا أعرف تفاصيل التي دعت تعرف عندما أعلن بأن هناك سيكون خطاب للرئيس أردوغان كان سقف توقعات عالية بمعنى أنه سيأتي بشيء جديد ولأنه سبق ذلك الإعلان عن أن الرئيس سيتحدث في الموضوع وسيتحدث ببعض التفاصيل هذا لم يحصل تحدث في الموضوع لكن كما ذكرت وطرح أسئلة أكثر ما قدم إجابات هنا بدأ البعض يتساءل ما الذي جرى خلال الساعات التي فصلت بين الإعلان وبين خطاب الرئيس أردوغان هل هناك وخاصة وأنه كانت مديرة الاستخبارات الأمريكية وجودة في أنقرة وكان في مباحثات قيل أنها سغرقت سبع ساعات مع رئيس المخابرات التركية حقام فيدان ومع مسؤولين آخرين صار في حال تساؤلات هل أترى حضورها ووجودها في أنقرة الذي جرى خلال هذه ممكن البعض توقع أن ذلك أنها جاءت بغرض التأثير ربما على الموقف التركي لأنه في نهاية المطاف ربما الغاية الأمريكية طبعا لا نعرف كيف الأمور سوف تذهب لأنه حتى الآن ما في استراتيجية أمريكية واضحة أيضا لما ستصل إليه الأمور في هذه القضية لكن كما ذكرت لك بعض التوقعات قالت بأنها ربما كانت تدفع باتجاه احتواء بدل من تصعيد من خلال الكشف عن معلومات جديدة تؤدي إلى مزيد من الإحراج للسعوديين أو مزيد من التصعيد الذي يصعب لملمته إذا حدث وربما هذا ما حصل ربما تكون لدى الرئيس أردوغان اعتبارات أخرى لا نعرفها على إدحال هو وعد بالكشف عن تفاصيل إلى الفترة القادمة وقال بأن غدا لنظره قريب الدكتور فريحات في الحقيقة لم يكن ذلك الخطاب هو الخطاب الوحيد أتبعه الرئيس أردوغان بثلاث خطب أخرى هل برأيك يتبع أردوغان خطة مدروسة ممنهجة تجاه القضية وتجاه السعودية بحديدا باعتقادي هذا هو فعلا ما حدث وهذا هو السبب الرئيسي وراء عدم الكشف عن معلومات كثيرة في هذه الخطابات بالمناسبة يعني هي الخطابات الأخرى هي تعيد إنتاج الخطاب الأول يعني لا يوجد هناك تغيير وهنا أتحدث هنا عن المنهجية وليس عن المعلومات الموجودة فيها فإذا نظرنا إلى المنهجية والاستراتيجية التي ينتهجها الرئيس أردوغان بهذه الفترة هي تقوم على هذا الأساس هو إبقاء الموضوع حي إبقاء الحديث يدور حوله ولكن بنفس الوقت عدم إحراج المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ أو باتخاذ مواقف معاها تحديدا على الصعيد الدولي في اللحظة الحالية أو بهذه المرحلة مواقف حادة اللي هو بهذه المرحلة الموقف وأنا أتفهم هذه النقطة الموقف حاليا إذا نظرنا إلى المملكة العربية هو لم يصبح ناضجا من أجل اتخاذ مواقف حتى على مستوى اللي هي القيادة السعودية القيادة السعودية هي بحاجة إلى وقت من أجل اتخاذ قرارات صعبة ولهذا السبب باعتقادي هو كان مسألة عدم إحراج القيادة السعودية بهذه المرحلة بالخطابات التي ذكرها حتى لا يكون هناك تسرع من أجل إبقاء الباب مواربا إبقاء هناك فرصة من أجل الحديث من أجل المفاوضات هو ذكر مجموعة من الحقائق هو تبنى كل ما ذكر من التسريبات التي هذه التسريبات لم يكن لديها مالك لم يكن لديها مسؤول هي كانت عبارة عن مجرد معلومات مجهولة تكهنات ولا نعرف مدى دقتها الآن أصبح بالموقف الرسمي الذي أعطى الرئيس أدوغان أنه في مالك لهذه التسريبات وهو الرئيس نفسه هذا شكل الأرضية من أجل مباحثات ومفاوضات التي تجري في خلف الكواليس وكما ذكر الدكتور مروان أتفك معاه تماما أن وجود جينا هاسبل في أنقرة بهذا الوقت أثر بشكل كبير في فحوى الخطاب وعدم الذهب بعيدا في الكشف عنه عن ملبسات القضية أو أذلة الإدانة جاهد طوزة أشار الدكتور فريحات إلى حرص الرئيس أدوغان شخصيا على عدم أحراج القيادة السعودية وتضييق الخناق عليها على الأقل في المرحلة الراهنة ولكن ملوحد أنه جنب الملك سلمان شخصيا الذكر أو هذا الأحراج ولكنه لم يتوانى عن ذكر مسؤولين آخرين كبار وعلى رأسهم ولي العهد وبالاسم كيف نفهم ذلك؟ أعتقد أن هناك استراتيجية واضحة فيما يتعلق بهذا الأمر السيد الرئيس رجب طيبة أردوغان أثناء كلمتي في برلمان أمام البرلمانيين حزب عدالة والتنمية لما ذكر اسم عاهل سعودي فقط وطبعا قبلها تكلم اتصال هاتفيا مع عاهل سعودي هو وضع عاهل سعودي إلى زاوية آخر والباقي إلى زاوية أخرى السبب الرئيسي في هذا الموضوع احتمال وصول هذه القضية إلى هذه المسؤوليين في المملكة العربية السعودية ومن رأسها محمد بن سلمان والتركية الاستراتيجية حالية تحاول أن تجعل المملكة العربية السعودية تحترف بكافة التفاصيل بما تعليق بهذا الأمر ولذلك من خلال أثناء وجود وفد من المملكة العربية السعودية بتركيا تركيا أعطى المعلومات كافية بيأتي المملكة العربية السعودية بهذا يعتراف يعتراف أنه مات في الداخل القنصلية لا يكفي وليس التصريح مقنع على مستوى تركيا ولا على مستوى العالم ولذلك تركيا يتعلق المسؤولية الشخصية هل لدى أردوغان أو يعتقد أن لديهم من الأدلة التي كشفت ما يجعله مقتنعا تماما بأنه بالفعل الملك سلمان لم يكن ضالعا بهذه القضية وإنما ابنه ربما وآخرون أنا أعتقد في هذه النقطة لا توجد أي شك لدى سيد رجل طيب أردوغان أو صناع القرار في تركيا أن العاهل السعودي هو شخصية بريء تماما من هذا الملف ولكن المسؤولين آخرين بالتأكيد عندما ننظر الأشخاص الذين تم عزلهم في المملكة العربية السعودية واعتقالهم هؤلاء ليسوا بمناصب سهل وبالتأكيد هؤلاء بدون علم على الأقل على مستوى محمد بن سلمان لا يستطيعون أن يقوموا بهذه العملية في داخل بلد آخر ولكن نقطة المهمة أخرى أيضا تركيا تراكز عليها هي من أمر بذلك والأطراف الأخرى الديناميات أخرى من هؤلاء الديناميات المعلومات كافية لدى تركيا كافية بما يتعلق كل التفاصيل هذه القضية ولكن الآن تركيا تتابع المعلومات من وراء الجهات الثالثة ورابعة على مستوى الدول لأن هذه قضية أنا أعتقد ليس قضية المملكة العربية السعودية وجمال غاشر وتركيا فقط وإنما هناك بعض الدول على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم متورطة بما يتعلق بهذا الأمر على حسب المعلومات حصلت عليها ولهذا الدعاء إلى إلى كشف الحقاق عن ضلوع ما سمى بأطراف أخرى خارج المملكة وخارج تركيا في هذه القضية لو تجوزنا هذه النقطة على أهميتها دكتور مروان ما نشرته وسائل العلامة أمريكية وعلى رأسها صحيفة نيويورك تايمس عما يجري وراء الكواليس ويجري الكثير كما يبدو وراء الكواليس عن ربما إغراءات سعودية لتركيا تتضمن ضخ استثمارات في تركيا وحتى رفع الحصار عن قطر هل هذه التقارير ذات مصدقية هي جدية بما يكفي ماهي أخدم بعين الاعتبار أن ربما هذه أسوأ أزمة دولماسية تواجهها السعودية منذ ربما أحدى سبتمبر 2001 فأنا أعتقد أن الإحتمالات كلها واردة أنا أعتقد أن السعودية وقعت تحت إحراج تقريبا غير مسبوك في هذه القضية خاصة بعد أن كشفت تركيا عن كل هذه المعلومات يعني الطريقة التي تم أنت لديك حيث تقريبا غير مسبوكة في التاريخ مواطن تم استدراجه إلى قنصلية بلاده في بلد آخر تم قتله بطريقة بشعة تم التصرف بالجد بطريقة أبشع ربما ولديك مستويات عليا في سلم صنع القرار قد تكون متورطة فلديك أنت يعني وضع حقيقة شكل قضية رأي عام عالمي العالم تحدث به على مدار تقريبا ثلاث أسابيع بغير توقف وربما مستمر فأنا أعتقد أن أمام أزمة دولماسية بهذا الشكل أدت إلى تشويه صورة السعودية بشكل بالغ السوق وأدت إلى إضاعة جهد سنوات وأموال طائلة أنفقتها السعودية على تقديم صورة مختلفة خاصة في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد أعتقد أن أمام هذه المعطيات كلها يعني من الممكن أن السعودية قامت بتقديم بعض العروض بالنسبة إلى تركيا حتى يتم احتواء هذا الموضوع وعدم السماح بانفلاشه بطريقة كبيرة أنا برأيي هذا لم يحصل طبعا لأن تركيا على الأقل رفضت حتى الآن أن تغطي على هذه الجريمة بدليل أنها دفعت بصحيح تم استخدام استراتيجية أنا أعتقد أنها كانت فعالة جدا بالمناسبة استراتيجية التسريبات يعني لم يتحدث مسؤولين أتراك في هذا الموضوع بسيطنا أذكر تصريح واحد لوزير الخارجية قبل أن يتحدث أردغان ببضعة أيام واعتمدت أسلوب التسريبات لتدفع السعودية من حالة الإنكار إلى حالة الاعتراف ثم من حالة القول تخطوة أولى طبعا ثم من حالة القول بأن القتل وقع بالخطأ إلى الاعتراف الآن بأن القتل حصل عن سبق إصرار وترصد وصولا إلى هذه الحالة أنا أعتقد أنه ممكن جدا أن تكون السعودية العظيم دكتور إبراهيم فريحات هذه القضية متعددة الأطراف الموقف الأمريكي بشكل خاص كيف يمكن تفسير تقلباته خاصة البيت الأبيض وعلى إثر عودة جينة هاسب المديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من أنقرة إلى واشنطن ما التفسير الأقرب إلى الحقيقة برأيك يعني هذا مرتبط لدرجة كبيرة بالسؤال الذي سبقه أنه لأي حد ممكن تكون هناك الصفقات أو المساومات في الوقت الحالي مع المملكة العربية السعودية أن تؤدي أن تفضي إلى نتيجة معينة وهذا يعني لحد لمستوى كبير هو يمثل الموقف الأمريكي تحديدا بأنه كما رأينا في الأزمات السابقة أنه الموقف الأمريكي انقسم ما بين البيت الأبيض اللي يعني بيميل إلى المصلحة السياسية الاقتصادية حتى ولو كانت بوجهها البشع على بنفس الوقت هناك موقف المؤسسة السياسية المتمثل اللي هو بالكونغرس مجلس النواب مجلس شيوخ ومجموعات سياسية أخرى اللي تميل إلى اتخاذ مواقف أكثر رصانة من مما يتخذ دونالد هذا لحد كبير بفسر الموقف دونالد تراب نفسه بأنه يعني بقي متأرجح ما بين طوال الثلاث أسابيع الماضية هو يتأرجح ما بين أحيانا يقول أول مصطلح هو بالعقاب الشديد وبعدين وثم يتنتقل إلى هناك صفقات أسعى هناك وظائف أمريكية لا نريد أن نؤثر فيها ولكن من المرات النادرة نادرة جدا أن نرى الموقف الأمريكي في داخل الكونغرس هو موحد على مستوى الموقف الجمهوري والديمقراطي الحزبين الجمهوري والديمقراطي بخصوص هذه القضية قبل ذلك دكتور فريحات ألا يفترض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يراعي ذكاء الناس يعني ومتابعتهم لأدق دقائق وتفاصيل هذه القضية يعني كيف يسمحني نفسي بأن يقول في خلال يومين أو ثلاثة أيام لا أكثر أولا نعترف سعودية خطوة أولى إيجابية ثم لاحقا أنا غير راضي عن الرواية السعودية هل هي محاولة لإرضاء الخصوم داخل الولايات المتحدة وفي الحزبين الجمهوري والديمقراطي أم هو أيضا يصير وفق منهزية أولا يجب أن لا نستغرب هذا من دونالد ترامب لأنه تاريخه على أقل بالسنة الماضية هو متأرجح في كل المواقف ولكن دعيني أشير إلى نقطة بهمة برأيه اللي هي هذه لأول مرة أو الأزمة الأولى التي يواجه فيها ليس فقط ضغط ديمقراطي جمهوري من داخل مجلس الشيوخ والمجلس النواب اللي هو بهذه القضية ولكن أيضا هناك جانب قانوني في الموضوع لأول مرة باعتقادي هذه القضية وهو مختلف على سبيل المثال عن موقف الشابه صار في موضوع أزمة قطر أنه كان فيه انقسام بين موقف بابين البيت الأبيض والمؤسس السياسية في هذه المرة يوجد هناك بعد قانوني والمقصود بالبعد القانوني هو قانون ماغنيتسكي لموضوع انتهاكات حقوق الإنسان التي تجبر وتعطي صلاحيات قانونية إلى مجلس الشيوخ بإجبار الرئيس على إجراء التحقيق في انتهاكات حقوق إنسان في دولة أخرى وكأن القرار يعني هو تم سنه من 2016 قبل هذه الأزمة وكأنه صمم من أجل هذه القضية أن تجبر أن يقدم تفسير بخلال 120 يوم ويتم اتخاذ عقوبات على دولة أخرى مسؤولين آخرين إذا وجد فيه هناك انتهاكات حقوق إنسان رضا فهذا الضغط القانوني فيه هناك اختلال لأول مرة بطريقة قانونية بموازين القوة في داخل الكونغرس نفسه مع الإدارة الأمريكية اللي هو أنه لدى الكونغرس هذا الجانب القانوني بالإضافة لذلك أنه عادة يعني الديمقراطيين يميلوا إلى اتخاذ مواقف اللي هي أكثر الليبرالية وارتباط بسياسة خارجية وحقوق لكن رأينا من يتصدر الموقف اللي هي من داخل رموز الجمهورية مثل حزب الجمهوري نفسه مثل بوب كوركر ومثل الإنسجرام كلهم اللي هي سكور الجمهوريين هم تصدروا الموقف وتصدروا المشهد وبدأوا يضغطوا فالضغط عليه جاء من داخل حزبه وليس من الحزب الدموطر هذه نقطة مهمة تستدأي السؤال دكتور مروان هل هو كما فهم داخل حزب الجمهوري توزيع أدوار أم أن هناك بالفعل وخاصة من خلال مواقف لينسي جرام وكوركر هناك من يدافع يعني انطلاقا من إيمانه بقيم معينة لا يجب للولايات المتحدة أن تتخلى عنها حتى ولو كان مصالحها في الميزان أنا أعتقد أن هناك مشكلة تاريخية موجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين السعودية ربما يعبر عنها هذا الانقسام المصالح والقيام المصالح دائما غالبا ما عبرت عنها الإدارة سواء كان ديمقراطية أو جمهورية بتعرف موضوع النفط والسلاح وإلى آخره وموضوع القيم اللي غالبا الكونغرس بيأخذ دور من يحاول الدفاع عنه فأنا برأيي تاريخيا علاقة السعودية مع الكونغرس كانت ليست دائما جيدة لأنه وخاصة اللاحظة أنه الآن قضية حصلت في موسم انتخابي هذا ما جعلها برأيي قضية سياسية محلية في البلادات المتحدة هل استغلت؟ أعتقد نعم لكل استثمر بها يعني رئيس ترامب استثمر بها كثيرا كان يخاطب دائما الناس هناك عقود بمليارات بعشرات مليارات مئات مليارات سوف تخلق فرص عمل مرة قال أربعمائة ألف ومرة قال خمسمائة ألف ومرة قال ستمائة ألف وآخر مرة قال مليون فرصة عمل فأنا أعتقد أنه يخاطب الجمهور الناخب بأن لا أستطيع أن أتخلى عن علاقتنا مع السعودية لأن هناك مليارات الدولارات لكن هذا قد يعزز الانتباع لأنه بمجرد أن تنتهي الانتخابات النصفية الوشيكة يمكن لهذه القضية أن تدخل طيال النسيان أو تدريجيا على الأقل هل هذا ويره؟ طبعا هذا احتمال وارد وارد جدا يعني أنا برأيي أنه الآن الحزب الحزبين الكونغرس تحديدا بمقدار ما الرئيس ستتمر فيها فيما يتعلق بموضوع المصالح فرص العمل والأموال التي تتدفق على الولايات المتحدة الكونغرس من جهة أخرى ستتمر بها بأن هذه جريمة بشعة والإعلام لعب دور كبير لا تنسي أنه الضغوط أصلا تقلب موقف الرئيس بسبب الضغوط الألامية الشديدة لا تنسي بأن الصحف مثل واشنطن بوست نيويوك تايمز السي أن أن جعلت منها قضية رئيسية لأنه أصبحت قضية قضية رأي عام صحف يعتبروا أنه جزء منهم جزء من العائلة جمال خاشق يعتبروا خاصة واشنطن بوست التي تقريبا بشكل يومي كانت تقدم يعني تغطية لهذا الموضوع أنا أعتقد أنه الرئيس في هذا الموسم تشكل نوع من الضغط عليه الإعلام ولاحظي أنه حصل أمر لم يحصل من قبل أنه الرئيس تحدث للسي أن أن التي تعتبر عدو كبير بالنسبة له عن موضوع خاشقجي تحدث مع نيويوك تايمز التي تعتبر عدو كبير للرئيس يعني تعرف أنه دائما الهاجم العدد العدد الهاجم نيويوك تايمز لكنه في موضوع خاشقجي لأول مرة يعتبر تصريحات للسي أن أن لأول مرة يعتبر تصريحات للنيويوك تايمز على شكل مخابلة طبعا مع الرئيس وأنا أعتقد أنه تم استغلال عن طاق واسع من قبل الجميع عضاء الكونغرس البيت الأبيض في مرحلة انتخابية ربما إذا انتهت هذه المرحلة الانتخابية يعني قد يقل الاهتمام بهذه القضية لذلك أنا أعتقد استراتيجية الرئيس أردوغان هناك ربما في الولايات استراتيجية الرئيس لا تنطفأ وصولا إلى الحصول على الأجوبة التي طلبها من السعودين الجاب عنها جاهد طوز لا شك أنك تبعت زيارة جينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لأنقرة هل يمكن أن تطلعنا على أي معلومات ربما تفيدنا في هذا النقاش ما الذي حصلت عليها هل حصلت على كل ما لدى أنقرة من أدلة وما الانتباع الذي عادت به أو ربما الوعود التي وعدت بها قبل أن تعود إلى واشد بالتأكيد زيارة جينا هاسبل لتركيا هي كانت زيارة نقول طارئة قبل إلقاء كلمات سيد الرئيس اليوم وصل لأنقرة جينا هاسبل على ما فهمت من الجهات معنية أو مؤسسات معنية في تركيا هي جاءت للاستشارة فيما تعلق بهذا الموضوع وأيضا ليس للطلب تسريبات أو الدلة الموجودة لدى تركيا لمناقشة أو مقارنة جاءت بناء على دعوة من أنقرة أم هي التي طلبت الزيارة طلبت الزيارة من ولاة المتحدة أمريكية ليس من أنقرة الموضوع الرئيسي بخصوص هذه زيارة هو كان مقارنة المعلومات الموجودة لدى الجهات معنية بأنقرة والمعلومات موجودة لدى ولاة المتحدة أمريكية وأيضا كان النقطة الأخرى بما يتعلق الجانب السياسي يعني جانب سياسي واستخباري لأن العاملين الرئيسين في هذا الأمر هذا هو طبعا موضوع التحقيق والقضاء والأمنية هذه الأمور تمشي وتحقيقات تستمر إلى الآن ولكن النقطة الرئيسية في هذا الأمر الاستشارة ومقارنة المعلومات بين موجودة لدى الصناعة القراءة أو لدى الولايات المتحدة الأمريكية لأن وزير خارجية تركيا قبل زيارتها بكم أيام لا يمكن أن نعطي أي معلومة من المعلومات بما يتعلق هذا الأمر إلى أي دولة من الدول على مستوى العالم لأن تركيا قادرة متعبعة هذا الأمر والثانية لكنهم أعطوه لكن تركيا أعطت ليس كذلك ليس بطلبهم طلبوا وتركيا أعطت تركيا من خلال هذه طبعا جينا هسبل هي ليس زيارة وحيدة التي جاء إلى تركيا وزير خارجية ومتحدة أمريكية أيضا جاء إلى تركيا وهناك وفود أخرى جاء إلى تركيا اسمح لي جاية التوز وضيوفي سنعود إلى تفاصيل الموقف الأمريكي نظرا لأهميته بعد فاصل قصير مشاهدينا نوصل بعد النقاش حول تطورات قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا وهذه الحلقة من تقدير موقف نناقش فيها تطورات قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي قبل أن نذهب في نقاشنا إلى التداعيات المحتملة لردود الفعل الأوروبية ودولية نستعرض في عجالة أهم تصريحات المسؤولين الأوروبيين حول مقتل خاشقجي ترجمة نانسي قنقر دكتور براهيم في ريحات كنا تحدثنا قبل الفاصل عن زيارة جينا هاسبل وعودتها بمعلومات ثمينة إلى واشنطن وكان يتوقع أن نسمع تصريحات جديدة وموقف جديد من رئيس دونالد ترامب ولكن ذلك لم يحدث ما التفسير؟ أنا باعتقادي الذي تم زيارة جينا هاسبل أو عودتها بالحقيقة إلى واشنطن أخذت باطية إعلامية وحيز أكبر مما هو متوقع حقيقة لأنه تستحق هذه الزيارة؟ هي تستحق وهي مهمة جدا وباعتقادي كان لها دور كما ذكرنا في بداية النقاش حول تعجيل الرئيس أردوغان ربما لسبب من التصعيد ولكن كان متوقع بعد عودة جينا هاسبل وكما ذكر على لسان دونالد ترامب نفسه بأن يكون هناك اتخاذ مواقف حاسمة بهذا الموضوع في أحد المرات التي تم ذكر يوم الثلاثاء سأطلع على المعلومات الكافية بعد زيارة جينا هاسبل وإلى آخر حتى كان هناك تحديد بوقت محدد ولكن اجتمع مع جينا هاسبل وأطلعته على جميع المعلومات ولم يحصل شيء هذا باعتقادي يعني ماذا يدل هذا الصمت؟ عدم حصول أي شيء؟ ما القراءة الأقرب القراءة الأقرب أن الموقف ما زال هو متوتر ولم يصل لنا نتيجي محدد مع القيادة السعودية وأن المفاوضات هي أعطيت فرصة إضافية من أجل الحديث والنقاش حول قضايا متعددة ما بين أطراف ثلاثة رئيسية الولايات المتحدة تركية والمملكة العربية السعودية المفاوضات هي تأخذ فترة طويلة تأخذ نقاشات تأخذ إلى آخر فلهذا السبب باعتقادي اللي تم الإطلاع الرئيس دونالد ترامب على هذا الموضوع وعدنا مرة أخرى إلى المفاوضات وانتهت إلى ذاك الحد لم نرى أنه حدث هناك متابعة من قبل الكونغرس برغم أنه بإمكان الكونغرس أن يخضع جينا هاسويل إلى نوع من الأسئلة والإجابات حول هذا الموضوع وإتخاذ ولكن هل يمكن لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن تحتفظ لنفسها بمعلومات تعتقد أنها ليست مضطرة لكشفها على الأقل الآن نعم ولكن قضايا الاستجواب لمسؤولين بالجهاز التنفيذي للإضارة الأمريكية هو مسألة واردة جدا ومديرة الاستخبارات الأمريكية هي ليست الأولى التي تخضع لمثل هذه الاستجابات يعني كان هناك رئيس الأركان يخضع المسؤولين كبار يخضعون مثل هذه ولكن حتى الآن نحن رأينا لم يحدث هذا الشيء وربما لأنه لم يكن هناك حاجة حتى الآن إلى هذا الموضوع لأن زيارة جينة هاسبل باعتقادة تم اختصارها بأنها حصلت ربما على معلومات دقيقة التي كان من الصعوبة نقلها في حقيقة ما تملك ما يملك الموقف التركي من معلومات بخصوص هذه وربما تقييم أنه ليس الوقت المناسب الكشف عن هذه المعلومات سريعا قبل أن نذهب للمحور الموالي في هذه الأثناء ما الحيز الذي ربما يكون اللوبي السعودي وحتى الإماراتي في واشنطن يتحرك فيه في خصوص هذه القضية يعني بالحقيقة أنا برأيي هذا موضوع صعب جدا بالنسبة لللوبيات مهما كانت كوتو أن تحاول أن تقاوم حجم الضرر الذي لحق بالصورة السعودية نتيجة هذا الموضوع والسبب الرئيسي لذلك أن هذه ليست ليست البداية المتابع ليست المرة الأولى المتابع للموقف السعودي في الولايات المتحدة يرى أن هناك قضية رئيسية قبل هذه المسألة التي هي أحدثت نوع من التوتر على مستوى الرأي العام الأمريكي وعلى مستوى الكونغرس نفسه جعل من الصعوبة محاولة رأب الصدع في هذا الموضوع وهي قضية حرب اليمن فحرب اليمن لهناك شد وجذب بين أعضاء الكونغرس والرأي العام الأمريكي لمدة ثلاث سنوات الماضية في حقيقة الدورة الأمريكية وما يمكن أن يلحق قانونيا للدورة الأمريكية من انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في الحرب في اليمن وأيضا قضية هناك القضية الوهابية التسعى أكثر من قدرة أي طرف ربما على هذه القضية جعلت مهمة اللوبيات مستحيلة بغض نظر عن قوتها دكتور قبلان في مقابل هذا الموقف الأمريكي المتقلب المتذبذب المتردد شاهدنا موقفا حادا من جانب أوروبا كيف نفسر هذا الموقف هل بالمصلحة فقط أو ما اعتبر غياب مصلحة بروكسل وبرلين ربما ولندن كما مصلحة الولايات المتحدة هي التي صاغت الموقف الأوروبي بهذا الشكل أنا برأيي أبعد من الموقف الكلامي ليس هناك حدة في الموقف الأوروبي يعني أنا ميز حقيقة بموقف الأوروبيين كلاميا طبعا في حدة في الموقف الأوروبي وهذا ناتج عن تحديدا ربما عن توتر ليس بعيد أصلا بالعلاقات الألمانية السعودية وإحراج الفرنسيين لأن الفرنسيين تأخروا جدا في الحديث عن الموضوع يعني حتى أن الرئيس ماكرون عندما تحدث عنه لأول مرة تحدث عنه بطريقة أثارة السخرية لدى الإعلام الفرنسي لكن كما ذكرت لك الموقف الأوروبي حاد كان كلاميا لكن نحظي مثلا الفرنسيين احتجوا بشدة عن الموقف الألماني الذي دعا إلى تبني موقف وزيد خارجة النمسا التي طلبت التوصل إلى موقف أوروبي موحد فيما يتعلق بتصدير السلاح إلى السعودية غضب الفرنسيون بشدة من التصريحات الألمانية لأن الألمان قاموا بتعليق صادراتهم من السلاح إلى السعودية وحقيقة الألمان أصبحوا هذه السنة ثاني أكبر مصدر سلاح للسعودية تقريبا حجم صادراتهم من السلاح للسعودية بلغت حوالي 500 مليون يورو تقريبا ثاني أكبر مصدر سلاح للسعودية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تأتي في المرتبة التالية لكن الفرنسيين كان واضح أنهم غضبوا بشدة من الموقف الألماني وطلبوا من الألمان أن لا يقوموا بأي تصريحات متعلقة بواقف صادرات الأسلحة إلا بعد التشاور معهم ما يعني أن الفرنسيين غير مستعدين يبدو حتى هذه اللحظة للحديث لا عن تعليق ولا عن وقت كل ما زال أمامنا وقت للنقاش وسنسمع منك رغم الخلاف التركي الأوروبي هل تعول تركيا على أن تلعب أوروبا دورا في ممارسة ضغط على السعودية مثلا عندما نركز على التاريخ أو الموعد الذي أعلن فيه رئيس أردوغان عن خطابه كان متزامنا مع انطلاق مؤتمر دابوس الصحراء الاستثماري في السعودية ومفهم على أنه محاولة للتخريب على هذا المؤتمر الموقف الأوروبي ماذا يعني بالنسبة لتركيا في الناحية الاقتصادية تحديدا أولا أختي الكريمة إلقاء كلمة من سيد الرئيس رجيب طيب أردوغان في أثناء المؤتمر في المملكة العربية السعودية ليس لها أي علاقة لماذا لأن الموضوع هذا تركيا لا تحاول استغلالا بالنحية الاقتصادية هذا الموضوع هذه قضية أول بدرجة الأولى هي قضية إنسانية وتركيا من هذه الزاوية تتابع هذه القضية من البداية إلى الآن وأيضا هناك كثير من المعلومات تقول صحيحة أن المملكة العربية السعودية من خلال أطراف أخرى حاول أن يتم ستر على هذه القضية بإعطاء أموال كبيرة إلى تركيا وإلى بعض الدول الأخرى فتركيا رفضت رفضا قاطعا هذا الأمر لأن هذا الأمر ليس موضوع مفاوضات ليس موضوع نقول استغلالها بنحية الاقتصادية وبنحية سياسية النقطة الثانية أنا أعتقد عندما ننظر هناك بعض الصحافيين مميزين على مستوى تركيا ومعروفين هؤلاء صحافيين قريب جدا جهات معنية في تركيا عندما نقرأ المقالات تبع هذه الصحافيين نفهم ما يحدث وماذا سيحدث على سبيل المثال واحد منهم ماذا سيحدث ربما هو الآن ما الذي سيحدث واحد منهم سيد إبراهيم قراغور في مقاله البارح استخدم جملة مهمة جدا ويقول في هذا المقال عندما تنشر تركيا الوثائق والتسجيلات التي لديها سيضيق حبل المشنقة أكثر حول رقب محمد سلمان محمد سلمان يعني هذه هي أعتقد جملة مهمة لأن ومتعسى تكشف تركيا عن هذه الأدلة نفهم من ذلك أن ستكشف هذه الأدلة في مرحلة قادمة وبشكل تدريجي من ضمن الاستراتيجية التي تتابعها تركيا إلى الآن والنقطة الثانية تركيا تحاول هل هناك تطور معين تنتظر تركيا حدوثه قبل أن تكشف على كم هو التوقيت مهم في هذه القضية متى تعتقد تركيا أنه آن الأوان الكشف عما بحوزتها من أدلة خطيرة كما يجمع الكثيرون عندما تفشل المفاوضات المفاوضات على ماذا بتأكيد الآن نحن بعد اعتراف المملكة العربية السعودية أن سيد قاشقجي توفي في الداخل القنصولية انتقل قضية إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة كواليس أو مفاوضات ليس بين ولاة المتحدة أمريكية تركية ومملكة العربية السعودية فقط لأن في آبنا الأخيرة نحن نتحدث عن محور أن متكون هذا محور بين المملكة العربية السعودية مصر ولاة المتحدة أمريكية إسرائيل وإمارات وأيضا هذا موضوع يتعلق بأحداث حدث في داخل تركيا تحديدا خلال أربع سنوات ماضية من خلال جماعة دولة كيان موازية وجماعة فتح الله قولا الذي قام بمحاولة انقلاب الفاشلة في التركيا والإمارات هناك كثير من الأدلة تثبت أن إمارات والمملكة العربية السعودية مولت هذه عملية بداخل تركيا وأيضا هناك أدلة تثبت أن مملكة العربية السعودية وإمارات تمول منظمة بيكاكا حزب عمالي كردساني وهو حزب إرهابي في تركيا وأيضا تركيا من هذه زاوية تعتقد أن تركيا كانت مستهدفة بدرجة الأولى من خلال هذه العملية بداخل تركيا ولذلك تركيا تحاول أن تستقطب هذه العملية أن تكشف الديناميات الموجودة أو الديناميات كانت موجودة في الأثناء العمليات التي قامت بالداخل تركيا العمليات يعني محاولة الإنقلاب والاقتصاد بالنحية الاقتصادية هناك الآن مغامرة كبيرة من نحية الاقتصادية أيضا على تركيا وكثير من الأمور أخرى ولذلك تركيا تنظر إلى هذه القضية بصورة كاملة فأعتقد من هذه الجملة أيضا إذا نأخذ هذه الجملة إذن هناك بعض الشخصيات في المنطقة تم تعيينهم بأطراف الأخرى يعني بآخر مثل الولايات المتحدة ودول في أوروبا عميل لتنفيذ مشاريعهم في المنطقة نحن في آوينة الأخيرة أيضا نتحدث عن صفقة القرن وكثير من المشاريع كان موجود هنا ولذلك النقطة الأخرى أنا أخرج من هذه الجملة أيضا إذا وصلت موضوع إذا وصل موضوع يعني من خلال تحقيقات هذه إلى محمد بن سلم وسيد رجب طيب أردوغان نفهم بشكل واضح وقاطع هو مصمم أن يصل إلى مهما كان ثمنه أن يصل إلى كل ما وراه هذه العملية حتى يتم كشف الذي قاموا بعمليات خلال أربعة خمسة سنوات ماضية في داخل تركيا ولذلك إذا وصل موضوع إلى محمد بن سلمان معناه وصل إلى كوشنر يعني وصل إلى ترامب فإذا أن بعد هذه العملية وجود محمد بن سلمان لهذا منصب أمر مستحيل وجود حتى ترامب أيضا أمر مستحيل يومين آخرين نحن رأينا بعض التصريحات ليس في داخل تركيا أو بعض المعلومات أن في أثناء وجود قاشقش بالداخل القنصلية محمد بن سلمان بالذات عبر سكايب تحدث مع قاشقش والذي أمر برأس قاشقش هو مدير مكتب محمد بن سلمان من خلال هذه أخبار وأنا لا أعتقد أن الموضوع هذا غير وارد هذا وارد ولذلك الموضوع عملية كان كبيرة ننظر إذا ما كان كشف أو هذه عمليات كل موجود معلومات كل موجود لدى الجماهير لكان أن التركية مستهدفة والموضوع بقى على عاتق تركية ولكن من خلال الاستراتيجية التي تبعتها تركيا وأيضا طبعا وجود خطيبة سيد قاشقش أمام قنصلية وهي اتصل بجهات معنية في تركيا وبعد ذلك اكتشف أن نعم أن دخل وما خرج تفاصيل كل هذه تبعنا ولكن حديثة مهمة عن ما وراء هذه القضية ومن وراءها وأهداف تركيا التي تحاول تحقيقها من خلف الكواليس عبر التفاوض والتسوير سؤال سريع لأنه وصلنا للأسف إلى نهاية هذه الحلقة لو نجحت تركيا في تحقيق أهدافها كلها التي ذكرت الآن بما فيها ربما لطاحة بمحمد بن سلمان وترامب ربما لاحقا مسألة الأدلة لن تصبح أو الكشف عنها لن يصبح مهم بعد ذلك ليس كذلك أعتقد مهم سيكون مهم ولكن كما قلت إذا يتم استراتيجية أو وصول إلى النتائج بالطريقة التي تمشي فيها تركيا ماذا أقصدها أن هذه العملية ممكن نقول من أكبر عمليات التي قامت هذه الديناميات بها في المنطقة لتعزيز مشاريعهم في المنطقة ولكن من خلال هذه العملية إذا تم كشف هذه الديناميات وراها هذه العمليات نفهم بشكل واضح أنه مستحيل تنفيذ هذه المشاريع من قبل هذه الديناميات في المنطقة أخيرا دكتور مروان بعدما سماه الرئيس الأمريكي أو وصفه بالإخفاق التام وهو يتحدث عن السعودية وعن هذه العملية وهذه القضية كيف يبدو مستقبل الحكم في السعودية حقيقة إجابة هذا السؤال تعتمد كثيرا على الأطراف الأخرى لهذه الأزمة مهم جدا أنا أعتقد الموقف الأمريكي رئيس أردوغان يدرك تماما أنه غير قادر على أن يضع السعودية في الزاوية بدون مساعدة الولايات المتحدة في المقابل أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى موقف تركي يدفع باتجاه عدم يعني الولايات المتحدة لديها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في المنطقة وتركز عليها خلال المرحلة القادمة وهي تلاحظ أن هناك صراع شديد بين حليفين كبيرين من حلفائها هي السعودية من جهها وتركية من جهها أخرى وهي تنظر إلى هذا الصراع من زاوية تأثيرها على مصالح الأخرى في المنطقة وهذا الرئيس ترامب تحدث عنه أكثر من مرة سواء في موضوع الإرهاب أو في موضوع إيران أو حتى في موضوع الصفقات التي تعنيه ربما أكثر من أي شيء آخر لذلك أنا أعتقد أن مستقبل هذه الأزمة وكيف تؤثر على السعودية مرتبطة بالموقفين التركي والأمريكي أننا أمام هذا المثلث وكل موقف ومواقف الأطراف الثلاثة سوف يؤثر في موقف الطرفين الآخرين عمل مساعدة أم عكس ذلك بالنسبة لبقاء ترامب والتحقيق كل ما وعد به قبل أو أثناء حملة الانتخابية تركيا العنصر الأهم بالمعادلة كلها لأن تركيا هي تملك المعلومة الخيط الناظم تملك المعلومة فيما حدث كل شيء يتوقف على تركيا ولكن تركيا لا تكرر ماذا سيحدث فيما بعد أنا أريد أن أكون هي تلعب أوراقها ولكن لا تعلم من يكرر بالنهاية هي ستأتي حتى ليس للولايات المتحدة هي ستأتي للرياض بالنهاية المطاف وأنا أريد أن أكون واقعي سياسي في الوقت الحالي وأنبه أن لا نكون متفائلين كثيرا بحجم التغيرات التي ستفضي إليها هذه الأزمة لا تنسي أننا نعيش في منطقة الشرق الأوسط هناك قضايا كثيرة هي من المحرمات السياسية ولكن للأسف الحالة التي يمر بها العالم العربي هو استوعب الكثير من الفضائع والجرائم التي ارتكبت وسوريا خير مثال واليمن خير مثال وليبيا خير مثال وبالنهاية هذه الأزمة هي لن تكون أكثر من بشراستها أكثر من الجرائم التي ارتكبت في سوريا وبالنهاية اين النتيجة النتيجة هي النظام في سوريا يستعيد موقفه وبالنهاية لهذه الاسباب اعتقادي انه سيحصل هناك نوع من الاعتراف بالعناصر الاساسية للقصة للرواية بمعنى من قتل ومن نفذ وربما من اعطى الاوامر لحد درجة معينة باخراج معقول ولكن ان نتوقع انه ان يحصل هناك تغيير باركان اساسية في النظام السياسي في السعودي انا اعتقد ان المشهد هو غير ناضج لمثل هذه التغيرات ولهذا السبب اعتقد ان التأثير يمكن ان يكون محدود لحد مهمة عدرا على المقاطعة تساعد الى حد ما على اعادة تموضوعات معينة في المنطقة ملفت جدا كان الموقف الروسي من قضية اغتيال خاشقجي كان اقرب الى الموقف السعودي لا يوجد ما يدعو للشك في رواية سعودي والاهم انه الروسيا ارسلت اكبر وفد الى مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض وحصدوا عقود كبيرة هذا يدفع الى هل ستتجه السعودية لا اقول ذلك لكن واضح انه نشهد اعادة ترتيبات للعلاقات بين دول المنطقة بناء على المواقف من هذه القضية بالمناسبة ليلى اذا سمحتيني بس نقطة اخيرة انه يجب ان لا تغيب عن ذهننا انه هذه ليست السابقة الاولى بهذا الموضوع على اعتبار انه وهذا يفسر نوع من الموقف الاوروبي الشديد تجاه هذه الازمة روسيا انتحكت ارتكبت مثل هذه الاعمال بالاغتيالات التي وقعت على اراضي اوروبية في بريطانيا وماذا كانت النتيجة طرد مجموعة من الدبلوماسيين الروس من مجموعة من الدول وانتهت الامر الى هذا الحق فمسألة انتحكت جرائم الدول من خلال السوابق هل مصيرها عدم المحاسبة في النهاية هي للأسف تخضع بنهاية المطاف الى توازنات سياسية ومفاوضات سياسية والتي ذكرناها باكثر من مرة بهذا النقاش ان هناك مفاوضات لا ندري على ماذا تحدث فان ترتكب يعني الجرائم التي ترتكب خلف هذه الحكومات مثل وضوح روسيا في بريطانيا هي لم تفضي الى تغيير باركان الحكم ولا بالتغيير المعادلة الدولية رغم تم الاكتفاء بطرد مجموعة الدوليماسيين واعتقادي هذا ما بدأت تشير الى المواقف الاوروبية بانه ان يكون هناك فرض عقوبات على الثمنتاشر واحد اللي تم اعتقالهم يعني ممكن ان يتم اختزال المسألي اللي هو بهذا الشكل ونرى ان الحكومات عاجزة عن اتخاذ مواقف جوهرية بهذا الاساس شكرا لحضوركم مع عادة التموضع نتابع ونرى ان كنا سنحظى بمزيد من المفاجآت في هذه القضية مشاهدين في الختام لا يسعوني لا نشكر الضيوف هنا في السوديو الدوحة الدكتور مروان قبلان مدير وحدة تحليل السياسات من مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور إبراهيم فريحات رئيس برنامج إدارة النزاعات بمعادة الدوحة للدراسات العليا وجاهد طوز الباحث والمحلل السياسي التركي والشكر موصول لكم هذه تحية لكم أينماكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر